موسيقى أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم التحريض الإسرائيلي لم يتوقف لحظة واحدة ضد أبناء شعبنا وضد القيادة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس هذا التحريض القديم الجديد أيضا الذي يدعو لاستهداف شخص السيد الرئيس محمود عباس وهذه الملصقات التي نشرت من قبل المستوطنين الذين يحظون بالدعم والإسناد من قبل حكومات اليمين المتطرفة المتعاقبة في دولة الاحتلال إنما تكشف عن هذه النواية لدى دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال في ذات الوقت وهذه المساعة المستمرة والمتواصلة لتقويض أي فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية حقيقية وفقا للأسس والقوانين الدولية ما تقوم به إسرائيل يعرف بطريقة واضحة عن حقيقة هذه النواية وهذا الاستهداف الذي يؤخذ على محمل الجد إسرائيل لها تاريخ أسود في هذه القضايا وهذا التحريض ليس اليوم فحسبه إنما يمتد إلى السنوات وربما عقود من الزمن هذه القضايا أخرى نتحدث بها مع ضيفنا في الاستوديو بالإضافة للتطورات السياسية والجهود السياسية والديبلوماسية أيضا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور صاحب عريقات أمين سر اللاجهة تنفيذية لمنظمة التحرير أهلا بك دكتور صاحب ومساء الخير لكم مساء النور أهلا بكم دكتور صاحب ويدر مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ هذا الحوار نذهب إلى هذا التقرير للزميل عماد الريماوي من ثم نعود لبدء هذا الحوار تفضلوا بالبقاء معنا تحريض إسرائيلي متواصل ضد أبناء شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة وسط خروقات تصايدية متسارعة وعدوان مستمر على الأرض والإنسان الفلسطينية وآخرها ضد السيد الرئيس محمود عباس إلى النيل منه عبر تحريضهم الذي لا يتوقف علاوة على الاقتحامات المستمرة لمحافظات الوطن ما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات بحق كل ما هو فلسطينية يأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في كافة مناطق الوطن ضمن حلقة من حلقات الحرب التي تشنها وأجهزتها المختلفة على شعبنا في تصريحات تحريضية عنصرية يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بشكل متواصل الرئاسة اعتبرت أن التحريض على حياة السيد الرئيس محمود عباس تجاوز كافة الخطوط الحمراء كما حملت سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن ذلك فيما اعتبر مجلس الوزراء أنه أخذ هذه التهديدات على محمل الجد وطالب المجتمع الدولي بسرعة إدانة هذه الدعوات التحريضية وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وممارسة أقصى الضغوطات على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولية الإعلام الرسمي الفلسطيني أيضا لم يسلم من هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج فاقتحام الاحتلال مقر الوكالة الرسمية وفا واعتداؤه على الصحفيين ومصادرة تسجيلات يأتي في سياق إسكات الحق الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال التي لن تثنينا عن نقل رسالة شعبنا ومعاناته إلى العالم إن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه شعبنا وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بمثابة تشجيع للاحتلال وأذرعه المختلفة على مزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وقيادته وتنفيذ برامجه وخططه الاستعمارية الإحلالية عماد الرماوي ببرنامج ملف اليوم شكرا للزميل عماد الرماوي وأهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وبضيفنا في الاستوديو الدكتور صابع ريقات أمين سر اللجة تنفيذية لمنظمة التحرير أهلا بك دكتور صائب مرة أخرى مساء الخير لكم مساء النوع أهلا بكم دكتور صابع ريقات تحريض إسرائيلي خطير يأخذ على محمل جد وتقوم إسرائيل أو المستوطنين برعاية من حكومة الاحتلال بتوزيع هذه الملصقات التي تطالب باغتيال السيد الرئيس ليس الاغتيال الشخصي فحسب وانما هو اغتيال للنظام السياسي اغتيال للتوجه نحو السلام اغتيال للتمسك بالحق الفلسطيني وكل ذلك كيف وجدتم ذلك في منظمة التحرير وتعاطيتم مع مثل هذا التحريض في الحقيقة ما يتعرض له سيادة الرئيس أبو مازن من حملات التحريض والتي وصلت ذروتها اليوم بالتحريض على اغتياله حفظه الله هو ليس صدفة وليس ردة فعل نعم هذا جزء من مخطط ومخطط منهجي ومدروس عندما يقف الرئيس محمود عباس أمام المجتمع الدولي يوم الخميس السادس من كانون أول من كانون أول ديسمبر 2018 نعم ويواجه الولايات المتحدة الأمريكية أمريكية وقرارها الساعي لأن توسم حركة حماس الفلسطينية نعم بالإرهاب نعم وينتصر العالم له وللحق الفلسطيني هذا بالنسبة لإسرائيل والأمريكا له كلفة نعم وعندما يقول للرئيس محمود عباس للرئيس الأمريكي لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس بأقصاها وقيمتها وبلتها القديمة وأسوارها عاصمة لدولة فلسطين على حدود 1467 ويدين ويستنكر قراره باعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة لها هذا له كلفة نعم عندما يقول الرئيس محمود عباس للعالم أجمع أن نسعى للسلام وأن نريد السلام ولكن سلامنا لن يكون بأي ثمن ويوصينا بالقدس الشرقية بأقصاها وقيمتها عاصمة لنا وبالوحدة الجغرافية للضفرة والقطاع وعاصمتهما القدس والممر الرابط بينهما تحت السيادة الفلسطينية وحق العودة للاجئين سنقرار 194 و37 كيلومتر على وشواطئ البحر الميت وعشرين ميل في المياه الإقليمية ومعابر حرة لدولة سيدة ذات سيادة على حدود 67 نعم هذا له كلفة وعندما يذهب الرئيس محمود عباس إلى القمة العربية ويحصل على قرار من خادم الحرامين الشريفين بتسمية القمة قمة القدس نعم ردنا على قرار ترامب في الظهران في السعودية ويظهر بيان في الظهران السعودية من قمة العربية في الظهران السعودية بإدانة واستنكار قرار الرئيس ترامب وتمسك بضلة السلام العربية هذا له كلفة نعم وعندما يذهب الرئيس محمود عباس إلى الاتحاد الأوروبي ويحصل على بيان مشترك من الاتحاد الأوروبي برفض قرارات الرئيس ترامب كافة وخاصة مع تعلق بالقدس ووكالة الغوث وإغلاق مكتب منظمة التحرير وإغلاق الكنسولية الأمريكية في القدس وفرض العقوبات علينا والاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي والصين وروسيا واليابان وكندا أيضا نعم هذا له كلفة وعندما يقول الرئيس محمود عباس للرئيس ترامب الذي قال له سنقطع عن كل المساعدات إذا لم توقف دفع مخصصات أسر الشهداء أسر الشهداء والجرحة والأسرة فيرد عليه الرئيس أبو مازين في البيت الأبيض ويقول له لو لم يكن معي دولارا واحد لأنفقته على هؤلاء هذا له كلفة نعم حقيقة يعني التطور الخطير اللي حصل اليوم الاستهداف هي رسالة واضحة ومحددة وجدية وكان لنا فصل سابق في هذا الإرث هذا التراث نعم مع الرئيس الشهيد الخالد شرعيات دولية نعم للقانون الدولي نسعى للسلام نريد إطار دولي للسلام صحيح نحن اضطررنا لقطع العلاقات مع الولايات المتحدة وعلى عدم حديث محا هذا ما يقول الرئيس أبو مازين نحن لما نفتعل معارك مع الولايات المتحدة نعم نحن أخي حسن قعقدنا 37 اجتماع مع إدارة الرئيس ترامب منها أربع اجتماعات على مستوى القمة عقدها الرئيس محمود عباس وشارك في غالبية الاجتماعات 33 الأخرى حيث كان يلتقيهم أي وقت يطلبوا فيه ولو لم يفاوض الرئيس عباس بعباثية بل استند إلى القانون الدولي إلى الشرعية الدولية إلى الاتفاقات المواقعة وكان واضح ومحدد برفضه لقرارات ترامب كاملة لأنه كما قال الرئيس أبو مازين الرئيس ترامب يريد تنفيذ وعد بالفور نعم قانون القومية ألغى الشعب الفلسطيني كشعب وحصل حق تقرير المصير لليهود فقط نعم صحيح وبالتالي هنا الترابط ما بين وعد بالفور لنص وطن قومي ليهود في فلسطين مع الحفاظ الحقوق الدينية والمدنية للأقليات غير اليهودية في فلسطين ومن ثم القانون القومية اللي أسقط اللغة العربية كلغة رسمية وأسقط كلمة شعب عن شعب فلسطيني حق تقرير المصير وحصل لليهود فقط الشعب يستحق أن يمثل وبغلق مفوضية منظمة تحريف واشنطن لأن شعب لا يستحق أن يمثل نفسه في دول لا يريد شنالك شعب وبالتالي هذا الأيقونة الرئيس محمود عباس نعم الذي يقف شامخا رجل دولته محتلة شعبه محتل حركته مقيدة عوقب بقطع مساعدات أمريكية حسن 844 مليون دولار في عام 2018 نعم ومع ذلك يقف صامد شامخ فتوظف عليه كل آلة التحريض كل مش فقط آلات التحريض الصهيونية المتطرفة نعم باستهدافه جسديا وحل تغتياله نعم والتحريض الذي يشن عليه برسائل خطية ترسل من وزارة خارجة إسرائيل من وزارة شريك وليس وليس أن يكون وكذا 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 وأنه صار له ليس ديمقراطي وحقوق الإنسان أفتحال ولكن أيضا شغلوا أيضا كثير من الناس اللي لأسف من تقبل غطة الضاد للتشكيك بشرعية الرئيس محمود عباس لا لي شيء إلا لأنه قبض على الجمر وتمسك صلبا عزيزا حقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني فلذلك هذا جزء من مخطط يريدون فصل غزة وبما زل يقول الوحدة الجغرافية لا دولة في غزة ولا دولة في غزة هذا ما يقول أما يدعيهم ومن ثم يقف العالم معه يفوت الفرصة على كل هذه المقبضة يعني يقف العالم معه آخر قرار طرحته أيرلندا لدولتين على حدود 67 ونقود الشرقية وعاصمة وقرارة مجلس الأمن وما فيها نصا ورقم من ذكر القرار 23-34 لعام 2016 وهذا بهم قرار صدر على مجلس الأمن استرالية فلسطينية للأمانة سنة 2016 نعم يصوت له 156 دولة وقبلها بأسبوع 11 قرار وبعد بيوم من قرار أيرلندا 8 قرارات تتعلق بالوكالي وحقوق الإنسان وقبل حق تخرير المصير المعدل للقرارات كان 169 صوت لفلسطين ثلاث أصوات ضد أمريكا إسرائيل وللأسف أستراليا للأسف أستراليا نعم لماذا أستراليا؟ حقيقة في حكومة يمينية مضطرفة خلينا نخلص موضوع هذا نرجع لأسراليا في كل قضية تام طيب دكتور موضوع دكتور صابيريقات موضوع أخذ هذا التحريد وهذه التهديدات على محمل جد حضرتك حدثت أن هذا التحريد هذا اللي بيأتي من فراغ وأن ما جاء كرد على السياسات الناجحة الدبلوماسية والسياسية الخطى الواثقة للسيد الرئيس على رأس القيادة الوطنية الفلسطينية في مسعاه دوليا وأمام الولايات المتحدة وقف صلبا عزيزا ورفض كل مخطط أيضا لم يكن فقط الرئيس عباس مستهدف كشخص صحيح جسديا الآن بهذه التحريد نعم ولكن أيضا بالأمس اقتحام مدينة رمالله نعم واقتحام وكالة وفا نعم والمؤسسات الرسمية والسلطة الرسمية كان فيه رد هادي وبسيط برون أطلقوا الرئيس أبو مازان بالأمس وأرجو الناس تكونوا انتبهت ودلى كل العالم وتصل مع عدد من العمال العالم إنه إذا ما استمرت الحكومة سلطة الاحتلال إسرائيل بهذه الممارسات والسياسات اقتحامات المدن اقتحامات المدن والمؤسسات والارتيالات والعلمات الميدانية والحصار والإغلاق ستتخذ خطوات تعرف فيه قرارات تمجل السلواطن وقرارات تمجل المركزي وخاصة في حدود تحديد العلاقات العلاقات الأمنية والسياسية والتصلية مع سلطة الاحتلال إسرائيل علاقات مع أمريكا مقطوعة بالكامل سياسية وأيضا لابد يعني أن ندرك أنه أيضا ضمن ما اتخذته القرارات المجلس الوطني الفلسطيني نعم أن نزيل أسباب الانقسام وأن نحقق وحدتنا الوطنية وأن نسعى لذلك بكل ما نملك لأنه الذي يريد أن يواجه القوى العظمى مثل المتحدة والذي يريد أن يواجه ويسقط صفعة العصر لابد له أن نزيل أسباب الانقسام وأن تكون الوحدة الجغرافية للضفر الغربية وقطاع غزة وعاصمة هما القدس الشرقية نعم أساس ثابت لذلك اقتحام المدن استهداف الرئيس أبو مازن هو أيضا استهداف لكل فلسطيني الآن لابد المجتمع الدولي أن يفكر جديا في كفية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نعم لأن هناك أربع قرارات مجلس الأمن قرار أخير من الجمعية العامة قرار مجلس حقوق الإنسان كلها أكدت على وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نعم قلتم في بيان رسمي لكم دكتور صعب الريفات أن السكوت عن هذه الجرائم يصم في خدمة استمرار الاحتلال استمرار الممارسات هل هناك مسؤولية دولية على المجتمع الدولي أن يقوم بها طبعا نحن لم نكن طرف حتى في صيغة مواثيق جينيفو الأربع على عام سواربين نعم وخاصة المثاق جينيفو الرابع عام سواربين كيفية معاملة المدنيين زمن الحرب وبالتالي هذه المواثيق تنطبق على صدرة الاحتلال إسرائيل نعم ما تقوم به صدرة الاحتلال إسرائيل من مستوطنات استعمارية نعم في القدس وفي الضفة ما تقوم به من عدمات ميدانية ضد مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة نعم ما تقوم به من مصدد حاضي وهدب بيوت وعقوبات جماعية وحصار وإغلاق كله يرقى إلى جرائم حرب نعم يعني لدينا ثلاث ملفات ثلاث إحالات رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية مجلس القضاء في المحكمة الجنائية الدولية يعني بده خبرة كبيرة من قضاء يعرفوا أنه استيطان الاستعمارة جريمة حرب وغير شريناها لابد أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق قضاء بحق المسؤولين الإسرائيليين كما تعلم المحكمة الجنائية الدولية ليس محاكمة الدول هي محاكمة أفراد وهناك أفراد في حكومات الإسرائيلية المتعاقبة يعطون الأوامر لإقامة المستوطنات والعلمات الميدانية ولا بد من جلبه من العدلة الدولية هناك رفع الرئيس محمود عباس قضية إلى محكمة العدلة الدولية طالب فيها بقرار من محكمة العدلة الدولية وقبلة الدعوة حول قرار رئيس ترامب اعتراب بالقدس عاصمة لإسرائيل هذا قرار غير شرعي ولاغي وباطل ولا يستند لحق باطل ولاغي وليس قانوني وننتظر من محكمة العدلة الدولية أن تعطي قرارها بهذا الشأن هناك قرارات في مجلس حقوق الإنسان تتعلق بالقائمة المعلومات القائمة السوداء بالشركات العاملة في الاستيطان وكما لاحظتم من أسبوع الماضي شركة AIRBNB للعقارات أسقطت كل المستوطنات من دعايتها وهي شركة أمريكية نتيجة لعملنا الدؤوب المستمر في هذا المجال وكذلك الحالة بالنسبة للحفاظ على البند السابع في مجلس حقوق الإنسان لخصف فلسطين وحقوق الإنسان في فلسطين والحماية الدولية كذلك وباعتقادي أن الرئيس وجه سيادة الرئيس وجه أن نتوجه إلى مجلس الأمن في أقراب فرصة ممكن عندما نستكمل الاستعدادات لتفعيل طلب العضوية الكامل لدوات فلسطين تفعيل حماية الدولية لدوات فلسطين فيتو فيتو لكن لازم لا نخلي باب إلا طرقه كذلك لجنة تصفية كل أشكال التمييز في الأمم المتحدة نحن أمامها الآن في قضية على إسرائيل وحقيقة يعني يبدو ذا الجهود جبارة توجيهات تعليمات من السيد الرئيس ووزارة خارجية لأننا في دارة شهر مفاوضات لباقي الإخوة والأخوات في أصحاب الاختصاص في لجنة تنفيذية منظمة التحرير واللجنة المركزية لا تغيب فلسطين على أي مؤتمر يُعقد في العالم أجمع حضورنا ضروري وواجب ولن نغيب ولن نسمح بتغيبنا ولن نغيب نعم يعني هذا هو الأساس إضافة إلى ذلك استمرار سعينا لبناء مؤسساتنا وصمودنا وفوق هذا وذاك لابد أن ينتهي هذا الانقلاب الأسود في قطاع غزة لابد أن يصار إلى زالة قصة بالانقسام يعني عندما نتحدث نتحدث بألم نعم غير بكبول يعني يعني كل هذه المسائل يعني بروح بروح الأخ أبو مازن يلقي كلمة في الأمم المتحدة بتنحط يافطى بالإنجليزي لا يمثلنا في غزة بالإنجليزي لمن موجه وهو يتحدث باسم كل فلسطينيين وهو يواجه الرئيس ترمب وإدارة الرئيس ترمب يواجه الرئيس ترمب وإدارة الرئيس ترمب رجل الدولة تحت الاحتلال لا أريد الخوض في تفاصيل الأمور ووضاع صعبة التي نعيشها لأن القادة مثل أبو مازن هم من يصنعون التاريخ هم من يصدرون الأمل هم مطلوب منهم إزلاحة العقبات القادة الذي يقف بصوت مرتفع ويقول لن أسمح بوسم أي فلسطيني مهما كان بلقب إرهابي ما فيه حركة حماس نعم على الرغم أنه لا يخلو يوم من أدبيات حركة حماس إلا والتشكيك والشتائم شرعية الرئيس محمود عباس ولكن هو رئيس كل شعب فلسطيني نعم 13 مليون فلسطيني كل التقدير وكل الاحترام ساحتنا الداخلية بحاجة فورا ولا توجد يعني اجتهدات نعم لا توجد حاجة لاتفاقات جديدة ولا شيء هناك اتفاق في 12 عشر 2017 نعم بنده الأول ينصر انتنهض حكومة الوفاق الوطن التي تشكلت محمود بمسؤولياتها تجاه قفا غزة اسوة بالضفة حسب القانون الأساسي وخدمة المدنية ووصولا لكل الأمور وقال الرئيس أبو مازن لسيد الرئيس الفتاح السيسي عندما التقاه في شرم الشيخ ضع تدريجيا تنفيذ هذا الاتفاق بالطريقة الاتراحة مناسبة رواتب تقاعد معابر ما تريد وصولا وصولا إلى سلطة واحدة وسلح شرعية واحدة وسلحة قانون لأن الفلسطين لن تقوم إلا بذلك وبالتالي ما المانع ما الذي يمنع نعم طيب أنا دكتور صعب إذا ما تحدثنا عن الموضوع أيضا ما تفضلت بحديث عنه الاتصالات التي أجريت مع الأطراف العربية والدولية للتدخل لوضع حد لهذه الممارسات الاحتلالية التي تسعى ربما إلى تقويض أو إضعاف هذا الموقف الوطني الفلسطيني الذي يستند الحق والشرعية الدولية ما هو المطلوب من المجتمع الدولي بصراحة المطلوب أن يدرك أنه نتنياهو عندما يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هو يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة نعم فالذي يفصل قطاع غزة أو يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هو يدم للسلطة نعم أرجو أن تفهم هذه المعادلة نعم تدمير السلطة استنادا استراتيجية نتنياهو لأنه كما زي ما تحط في استراتيجية هو حط استراتيجية نعم ثلث ركاية نعم قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني لأنه إدراكا من شارون أن لا دولة دون قطاع غزة عمل ما يسمى فك الارتباط نعم فغزة 2 مليون عشان يتوافق قانون القومية لازم ينزاحوا على جهة ما لكن أنا بطمنك حسن وبطمنك كل أبناء شعبنا الفلسطيني نعم قطاع غزة لم يكن في يوم الأيان إلا منبع ومصدر الوطنية الفلسطينية وسيتسقط على شواطئ قطاع غزة جميع المؤامرات التي تتهدف مشروعات خذ مني مش مبالغة هاتاريخ نعم الأمر الآخر هو يريد سلطة فلسطينية دون أي سلطة لذلك قام بإحياء ما يسمى بالإقدار المدنية ليهودا والسلام عام 2010 هذه انشطبت نعم في اتفاق 1995 لانه كان في سلطة فلسطينية ومجلس تشريعي وكذا الأمر الثالث هو يريد احتلال لهم كلفة على الإطلاق نعم الرئيس أبو مازين قال له مبارح في التصالات مع العالم هذا الوضع لن يستمر لن يسمح باستمرار هذا الوضع أن تنتهك مدننا وقرانا ومخيماتنا ومؤسساتنا وشعبنا وأن تستمر العدمات الميدانية والحصار والإغلاق ومصادة أراضي وهذه بيوت وإلى ذلك نعم فالإجراء من الحرب لن يستمر ذلك أنا لدي قرارات في المجلس الوطني والمجلس المركزي وطنوز تحديدا أنه ما لم تلتزم أو ما دام الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بما عليها من التزامات في اتفاقات الموقعة فنحن لن نكون الطرف الوحيد الذي يلتزم وإنه المرحلة الانتقالية انتهت وإنه المرحلة الانتقالية انتهت ولا بد من الانتقال من السلطة إلى الدولة نحن نعرف أنه هذا كلام كبير وقرارات كبيرة ويترتب عليه ربما إجرارك بالرئيس محمود عباس قال سننفذ كل هذه القرارات هناك من يدعي هو يقول أنه لم ينفذ شيء من قرارات المجلس الوطني والمركز أنا مليش أدخل في التفصيل نعم ذكرت لك بعض الأمور الدولية لون نفذت نعم ذكرت لك بعض الأمور الداخلية لون نفذت نفذ كثير من القرارات ثلاث مسائل الآن المسألة الأولى وهذا منوها له سيد الرئيس محمود عباس بالأمس تحديد العلاقة مع إسرائيل نعم تحديد العلاقة مع إسرائيل عندما نقول المرحلة الانتقالية انتهت فيها مكونات المرحلة الانتقالية نعم ويترتب على ذلك وعندما نقول سلطة إلى الدولة يعني نرجع للقرار سبعة ستين حتى ساعت عشر لألفين واثنة عشر نعم وأرجو من الناس قراءته اللي نص أنه اللجنة التنفيذية بتكون حكومة المؤقتة لفلسطين نعم واللي نص أنه المجلس الوطني بيكون البرلمان واللي نص أنه الرئيس يسمى رئيس دولة فلسطين مش رئيس سلطة هذا له كلفته نعم طبعا لكن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لا يغفزان في الهواء يعني هناك دراسات بليجان جدية جدا عالية المستوى تعمل ليلة نهار لوضع الأسس والركائز لتنفيذ كل ذلك هذا ما قاله الرئيس أبو مزنف ثانيا مع الأمريكان قالها بصراحة ثم ورسلت رسائل لن تكون لدينا اتصالات سياسية مع الإدارة الأمريكية وهي عزلة نفسها ولن تكون طرف في عملية سلام لوحدها إلا إذا تراجعت عن قرار الاعتراب بالقصاص من الإسرائيل واعتبرت الاستيطان غير شرعي غير قانوني وأقررت مدى الدولتين على حدود 67 أو أن تكون جزء مدمر جليا هذا الأمر بالنسبة للشق الداخلي الفلسطيني يعني أنا أرجو أن تمكن يمكن الأشقاء في جميلة مصر العربية الذين يبدو جودا كبيرة من الوصول إلى صيغة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 12-10-2017 بين الفتح وحماس والذي صادقت عليه جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء يوم 22 نوفمبر 22-2017 نعم شو بحاجة إحنا لشي بحاجة لتنفيذ والسؤال لإيش يعني زي الناس اللي صار عنا مشروعيا إحنا نعم مشروع وطني بتمثل منظمة حريف فلسطينية قائم القانون الدولي الشرعية الدولية مبدأ الدولتين على حدود 67 قيام دولة فلسطين السيدة ذات السيادة بعاصمة القدس الشرقية حلقة دار وضع النهائي وعلى سقضية اللاجئين استناء القرى وعلى سنوات القرى وعلى سنوات القرى والإفراج عن أسرة هذا مشروع العالم كله متبني العالم كله دعمك لأن العالم كله قلق من سياسات ترمب اتحاد الأوروبي عارف أنه ترمب بدي يزعزع فرنسا بدي يزيح ميركل بدي اتحاد أوروبي راح جاب دول لتوانيا استوانيا لاتفيا بولندا تشيكيا هنغاريا سلوذانيا وقالهم لخطر بوتين بدوا أمريكا اللاتينية تطلع انتخابات في برازيل متطرف أو بصير انقلابات زي ما صار على إندي في تشلي بيعرف أن العالم العربي في 22 صراع داخلي أو ما بين الدول العربية بدوا يعمقها على أساس قدمة أوراقة إماد بيعرف أن أفريقيا بحاجات كذا بيعرف أنها الصين عندها عجز لصالحها في التجارة 364 مليار دولار لكن بيعرف فلسطين أهميتها بالنسبة لكل آسيا قوة أملاقة صاعد الهند نفس الشي نعم إحنا في العالم كثير متغير ونحافظ على قضيتنا ومشروع الوطني هلأ أنت مشروعك الوطني منظمة التحرير الفلسطينية نعم هي البيت الشرعي والمعنوي والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني أي أن كان موجود لا فرق بين أي فلسطيني وآخر في القرارات الخمس المشروع الآخر هناك مشروع حزبي نعم وهذا الخطر بسرعة يعني حماس بتشكل مشروع حزبي وهذا يجب أن نقف عنده يجب أن نقف عنده إحنا عايش مختلفين عايش مختتلين قطاع غزة محتل القدس الشرقي محتلة والضف الغربي محتلة هذه حقيقة على ماذا نقتتل على ماذا نقتسم حركات السياسية الفلسطينية هذا السؤال يجب أن يكون إجابة حماس عبر الذهب هذا ما بطلبه أنا أنه نذهب إلى إزالة أسباب الإنقسام بشكل فوري لا أحد يعني يعني اللي أخذ الموقف التاريخي برفض وسم حماس بحركة إرهابية بده يقصيها نعم كل اللي بقول أبمازن عندما نختلف ونحن نختلف نعم نعود إلى سندوق الإقتراع وليس إلى سندوق الرصاص إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ ما تشاركت في انتخابات 2006 ولا خلص مرة واحدة؟ إيش المشكلة؟ إيش المشكلة في اتفاق القاهرة 12-10-2017 ألا ينفذ فوراً ليش حكام هذا؟ ليش المسب الشرعي الفلسطينية؟ ليش إضعفنا على ضعفنا؟ ليش؟ خد أدبيات الكامل اللي بتقراها يومياً أنت نعم يعني أنت بتقول اليوم فيه تحريض على رئيس أبو مازن رئيس أبو مازن تراد التحريض يومياً في لغة الضاد أكتر مرة من اللغة العبريلة صارت اليوم نعم هذا لا يجوز تحريض متنامي لا يجوز مش لشخص الرئيس عباس لما يمثل الرئيس عباس لما يواجه الرئيس عباس مواقف الرئيس نعم يعني عالم أجمع ينظر إلى هذا الرجل وأنا سألوني كثير مرات عايش معتمد في مواجهة هذا القوى العظمى المسمى إدارة رئيس ترام معتمد على الحق الفلسطيني معتمد على الصلاب الفلسطينية معتمد على الشرعية الدولية على القانون الدولي معتمد للوفي للشهداء والأسرة والجرحى فبالتالي أنا بدي أكون لدي مشروع وطني نعم وذد مشروع حزبي نعم لا يجوز ذلك نعم لا يجوز فلسطين أكبر يعني لم توجد الفصائل الفلسطينية اللي بهدف تحرير فلسطين نعم وأعرض فلسطين بعصمة القدس لخارطة جغرافيا هذا الهدف أما أن أضع حركتي أنا كهدف بحد ذاتها هذا مصيب وين صارت ما كان عندي مطار أنا أحكي عن مطار فئلات كونفويز وخلينا تاني يحكي عن مطار بينا في قبرص ليش ما بديت أبدي مينا في غزة نعم فرنسي هولندي وكان هناك مطار شغال نعم صحيح كفى كفى هذه قضية فلسطين شعب فلسطين هذه قضية شهداء وأسرة وجرحى ووفاء لهم نعم يجب أن يعني الرسالة اللي وجهها العالم لحركة حماس في يوم ستة التصويت نعم أجد نيكي هيلي قدمت مشروع قرار نعم نهدين حركة حماس بسبب إرهاب حقيقة دبلوماسية الفلسطينية بترنامات من الرئيس بمزن شتغلت شغل كبير جدا واستطاعت إنها تقدم مشروع قرار من خلال الكويت إنه تلتين لأن الجميلة عميسية لتنفسها بتقرر تلتين أو ربيع بسيط فصوتت الدول لصالحة تلتين عشان تمنع تمرير القرار لكن شو سوت مما تأكدت إن القرار مش حيمر صوتت مع القرار 87 دولة فهذا مش إشي بسيط نعم هذه رسالة لحركة حماس فليوقف هذا الانقلاب عودوا لحضن الشرعية تلتواحل الضفة وغزة إحنا مع الدولة الفلسطينية وإحنا مجلد القضية الفلسطينية ولن نسمح بالإساءة للقضية الفلسطينية هيك العالم قال وأثبت ذلك عندما طرحت أيرلندا مشروع قرارها دولة فلسطين 67 قدس الشرقية عاصمة لها والقرارات الدولية بما فيها 23-34 دعم وحصلت على 156 صوت نعم إنه ما الذي يمناها مصالحة هذه التالت ركاز الأساسية أمريكا ما فيش علاقات دون أن تعيد النظر في مواقفها وتلغي يعني اتراب بالقدس وفقها 67 والاستطران غير شرعي إسرائيل لن يسمح الرئيس أبو مازن باستمرار الوضع على ما هو عليه طب فيما يتعلق بموضوع إسرائيل الاستهداف اللي يتحدث نتحدث شرط لموضوع الاستهداف المؤسسات الرسمية ومكرات أيضا الرسمية واستهداف كل المدن كل قرية مدينة مخيم فلسطين هو مرفوض أي استهداف له أيضا كان استهداف للإعلام المؤسسة الرسمية الإعلامية وكالة وفا الأنباء والمعلومات الفلسطينية خطورة أن يتم المساس بالصوت أو الصورة أو الحرف الفلسطيني هي لماذا تمثله وكالة أنباء فلسطينية لأنها فلسطينية لأنها شي خاص بفلسطين نعم نقول لكم إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية نعم إذا كنت تسمي حالك شو ما كان يتسمي حالك مش تقول لكم مالحفاظ على الحقوق الدينية نعم والمدنية يعني حكايتك مع الحركة الصهيونية ومع إدارة ترامب إذا عندك شي ديني إحنا جاهزين تسمي حالك شو ما بدك نعم إذا عندك شي مدني حقوق مدنية إنسانية إحنا جاهزين تصادية نعم سياسية استثمارية شو ما كان يكون أنت من الشعب فإذا كنا نتوجه لحركة حماس ونقول أنه إسقاط صفعة القرن حماية لنا مش لنا كفتح كأبناء للشعب العربي الفلسطيني الثلاث عشر مليون أينما وجدوا أينما وجدوا لا فرق بين واحد وآخر في نيكاراكوا ولا بسانا فرانسيسكو ولا في ريحة ولا في غزة ولا في الشاطئ ولا في القدس في أي مكان في العالم إلا بالمقدار ما يقدموا من خدمات في مجال تخصص لإعالة فلسطين بعاصمة القدس لخارة الجغرافية هذه الوطنية الفلسطينية نعم ما الذي يمنع هذا الأساس نقطة ارتكازنا هاي الثغرة اللي دخلين عليها نعم هاي الثغرة يجب أن تشد هذه الثغرة يجب أن تنهى هذه الثغرة تبتون صاحب لحفظ على الاستثمار هذا الوقت وجودكم معنا موضوع أستراليا أيضا ذهب أستراليا بعيدا بعد أن كانت يعني مؤازرة وداعمة يا سيدي هناك حكومة يمينية في أستراليا واليوم سمعنا تصريح رسمي نعم أنه غدا قد اعترف أستراليا في قدس عاصمة إسرائيل نعم لأنه في حكومة يمينية مضطرفة طبعا هذا تأثيرات إدارة رئيس ترامب نعم تأثيرات الحركة الصحيونية في كم من انتخابات فرعية عندهم في أماكن إلا الحركة الصحيونية النفوذة وأنا بدي أتوجه لأشقاء العربة نعم والدول العربية وأقول هذا يجب أن لا يسمح فيه إحنا فهمين مصالح الدول يعني قد يقول قائل طب مليش مع قطع العلاقة مع أمريكا أو جوتمالا إحنا طلبنا وقلنا من كل عربي كل دول العربية في قرار في القمة العربية في عمان سنة 1980 ينص على قطع العلاقات العربية مع أي دولة تعترف من قدس عاصمة إسرائيل هذه القدس نعم يعني أرجو من الجميع أرجو من كل صموة القرار في العالم العربي الوقوف أمام هذه المسألة نعم أنا لاست أستاذا لأحد كل التقدير والاحترام للشقاء العرب كل التقدير والاحترام للرؤى المصلحية التي تراها كل دولة عربية لنفسها وعلاقاتها هذا شأنهم الداخل يدخل فيه نعم ولكن أستراليا دولة فيها 22 مليار دولار لإستثمارات عربية نعم سنة 2017 ميزان التجارة العربية لإستراليا كان 16 17.2 مليار دولار منها أربع واردات لأستراليا وحوالي 12 أو 13 صادرات من أستراليا للدول العربية لابد أن أبدعه الأشقاء العرب جميعا الليلة اليوم نحريف مع سرائل بغة المصالح نعم أنه هذا لن يسمح به لن يسمح به وبطلب من رئاسة القمة العربية الممثلة بالمملكة العربية السعودية نعم وخادم الحرمين الشريفين الذي أطلق على قمة الظهران قمة القدس واستنكر ورفض قرارات رئيس ترامب وبين الظهران واضح محدد وبطلب من الأشقاء في جمهورة مصالح العربية الذي واجهوا إدارة رئيس ترامب بحدة بشأن القدس ومن جلالة ملك عبدالله الثاني بن حسين الذي قال لنائب الرئيس بنس في اجتماع مفتوح صحافي في عمان ندين ونستنكر قراركم بشأن القدس نطلب من أشقانه في كل دول الخليج بدون استثناء في المغرب العربي هذه علاقات ضخمة جدا من حيث التجارة يعني التجارة العربية الأسترالية ما بين 2010 إلى 2017 إلى 2017 زادت بنسبة 52% نعم فلنتحدث مع أستراليا بلغة المصالح مع لغة المصالح التي لفهم سوها فالتصر رسالة الليلة أخي أحمد أبو الغياد أمين عام للجمال العربية أخي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أندونيسيا الآن أكبر دولة إسلامية في العالم لديها الآن مفاوضات لإجراء منطقة تجارة حرة تجارة حرة مع أستراليا وهي ضخمة جدا نعم تستحق القدس من أندونيسيا أن تقول لن تمضي هذه الصفقة إذا ما طرفت نعم وستحق القدس تستحق من صانع القرار العربي نعم أن يقوله بصوت مرتفع نصنع القرار في أستراليا إذا ما قدمتم هذه الخطوة سنتخذ قرارات حاسمة لأنه أولا هذا ضد القانون الدولي ضد الاتفاقات الموقعة وضد قرارات الكمية العربية لا 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 من إنسى الاتفاق العربية الكمية العربية معروفة قتلة قيمة الظهران كانت توجهت كل شيء نعم لكن هناك اتفاق فلسطيني إسرائيلي ينصب الحرف الواحد أنه موضوع الوضع النهائي لا يقوم أي طرف باتخاذ أي خطوة أو إجراء من شأنه الإجحافة أو استباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي حول أول قضية الخدس الحدود المسطناطي اللاجئين للمياه والأمن نعم هناك مس حرفي يعني الذي والذي والسرائيل موافقة اسرائيل مواقعة فشو ما صلحتك يا أستراليا تيجي تقرر شو عواصم الدول أنت مثل كيها المفاوضات والقدس الشرقية بحكم القانون الدولي منطقة محتلة منطقة محتلة وضمها لاغي وباطل بقرارات من مجلس الأمن وآخرها كان القرار 23-34 اللي أكد على القدس الشرقية منطقة محتلة وقبله كان القرار 470-470 وبالتالي ذا مطلوب الآن وبالتالي أنا أتقدم بإسم لما تمثل القدس كما قال الرئيس أبو مازين الرئيس ترامب لا معنى أن تكون القدس لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس عاصمة لها وكما قال خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلماء بن عبد العزيز في قمة الضهران سميها قمة القدس عندما أعطى الكلمة للرئيس أبو مازين وكما قال بيان قمة الضهران وكما قال جلالة الملك محمد الثالث رئيس الجنة القدس عهل المغربي وكما قال جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هذا أمر أنا أرجو أن لا يسكت عنه ويرجب أن يرتفع الصوت العربي للحديث مع أستراليا فورا وعالي وبلغة المصالح أشكرك دكتور سابر غاتة من سر اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مشاركة طيبة في ملف اليوم شكرا لكم مشاهدة أكيران في ختم هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم أشكركم على طيبة المتابعة هذه تحية ودائما إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة